السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا المقرر Computer Programming 1 اسمي الدكتور ويسام بنهني وسأقوم بتدريبكم وتعليمكم كيف نكتب برامج بستعمل لغة البرمجة C C++ بالنسبة لي Learning Outcomes First, to understand the main programming concepts to be adept at programming in C C++ and to be able to design and implement programs to solve simple problems. أولاً فهم الـ Concept الهام في البرمجة سيكون أيضاً بإمكان الطالب أن يكتب برامج باستعمال لغة C C++ وسيكون أيضاً بإمكان الطالب أن يحل مسائل بكتابة برامج سنبدأ هذا المقرر بـ Introduction مقدمة نرى من خلالها ما معنى البرمجة وسنكتب أيضاً أول برنامج باستعمال لغة C C++ إذن أول سؤال يمكن أن يسأله الطالب هو ما معنى البرمجة؟ programming consists of written programs which contain instructions to be executed by the computer يعني البرمجة تتمثل في كتابة برامج programs تحتوي هذه البرامج على instructions يعني تعليمات ومن ثم سينفذ هذه التعليمات؟ الكمبيوتر إذن البرمجة تتمثل في كتابة تعليمات ينفذها الكمبيوتر لماذا نكتب برنامج؟ The program is written usually to solve a given problem عندما تكون عندنا مسألة معينة مشكلة معينة نحاول أن نحلها عن طريق كتابة برنامج Any program can have input values and output values يعني أي برنامج يمكن أن يكون له مدخلات input ومخرجات هذا البرنامج له مدخلات وله مخرجات تحدثنا عن البرمجة programming في أيضا ما يسمى ب programming languages عندما نريد أن نكتب برنامج سنستعمل لغة برمجة The programming language is a formal language defined by specific syntax and grammatical rules allowing to write instructions that the computer will execute يعني لغة البرمجة تتمثل في هي لغة مبنية على مجموعة من القواعد النحوية والتي ستمكن من كتابة instructions تعليمات سيقع تنفيذها من قبل الكمبيوتر هناك العديد من لغات البرمجة مثل الفورترون الباسكال السي سي بلاس بلاس الجافا السي شارب إلى غير ذلك كل لغة برمجة عندها مميزات إيجابيات وسلبيات تستعمل في نطاق معين حسب المسألة التي نريد أن نحلها حسب السيستم الذي نريد أن ننجزه سنستعمل لغة معينة في هذا المقرر سنرى كيف نكتب برامج باستعمال لغة السي سي بلاس 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 نأتي الآن إلى أول برنامج في السي بلاس 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 الذي هو موجود هنا السطر الأول بدأ بهذه العلامة لذلك نسميه كومنت أي سطر يبدأ بهذه العلامة يسمى كومنت ويعني أن الكمبيوتر سيقوم بتجاهل هذا السطر الكومنت ليس ضروري لكن يحبث استعمال العديد من الكومنت لشرح الكود لتفسير الكود لجعل الكود واضح السطر الثاني ثاني Hcode include iostream هذا يقوم بستدعي library اسمها iostream هذه الليباري تحتوي على عديد من الدوال ومن الأوبجيكتز من بينها السي آوت إذن لو لم نكتب السطر الثاني الكمبيوتر سيتسائر ويقول من أين أتى السي آوت سطر الثالث using namespace std سنشر هذا السطر في فيديو لاحقة ثم نأتي إلى المين function الدالة الرئيسية أي برنامج في C++ يجب أن يحتوي على دالة الرئيسية اسمها المين وتبدأ المين بهذه العلامة وتنتهي بهذه العلامة إذن كل ما هو موجود هنا يسمى the body of the main function محتوى الفنكشن see out hello world هذا السطر سيقوم بتباعة hello world في الشاشة عندما نسوي execute للبرنامج شكرا شكرا